بعد المباراة السورش قال بعض التصريحات المهم قال هدي الإدارة تقرير وهيكون بيني وبين رئيس النادي فهو يعرف وجهة نظري والأخطاء اللي نقع فيها واللي المفروض نصححها الفترة اللي جاية عشان نبقى أقوى ونعرف ننافس قال كمان اللي أنا باعت بيه منذ قدومي هو أنه سيكون هناك جدية عالية واحترافية عالية وطموح عالي جدا وبعد ذلك قال المستقبل أمامكم والنتائج هي التي ستحكم وأنا جاهز لذلك ما قاعد بيه منذ قدومي هو أنه سيكون هناك جدية عالية واحترافية عالية وطموح عالي جدا وبعد ذلك المستقبل أمامكم والنتائج هي من ستحكم وأنا جاهز لذلك زي ما قلت لكم منذ لحظات تمكنت من معرفة كل لعيب النادي الأهلي وقدرات كل منهم وشخصية وعيوب كل لعب فيهم على الله أشكر لعيب النادي الأهلي وأحييهم على قدراتهم في العمر وفخور كذلك باللعبين السغر ومن المهم أن يقدم هؤلاء اللعبين مثال طيب وهم يقاتلوا من أجل النادي الأهلي في الملعب ترجمة نانسي قنقر